كيف شربت الدواء؟ نحن بالضبط لم نعرف أن الجرعة شربت ولكن شربت منه هذا هو الأهم شيء فبعدما شربت منه وتأكدنا أن فعلا إخدار هذا الدواء فقمنا بالحمل النقل للمستشفى البن سليمان دخلنا للمستشفى البن سليمان صراحة لحسن ما لقيناش سيق بال ما لقيناش اللي غاي يستقبلنا ويقدمنا الدعم فاللي وقع هو أعطونا أركبوا لي هالسيروم وما كيناش سيارة الإسعاف وفاش تركبوا لي هالسيروم ما لقيناش حنا يلوقش فاش غا نبقوا نتسلنا وفي سيارة الإسعاف ربما يا قلقينا في الرباط نتسلنا واحد تجي فاضطرينا ناخده ابنتنا في السيارة الخاصة ديالي بعدما الأم ديالها هزة البنية ووجده الواليدة عندي هزة السيروم وأنا اللي كنت صيق جبتها المستشفى ديال ابن رشد نفس الموشكيل ديال المستشفى ابن رشد فاش دخلنا ما لقينا ما لقينا إهمال وما لقيناش اللي غادي يهضار معانا كانت واحد ممرضة مما قلت لك ما كينش سرير خاوي ما كينش مكان خاوي فما يمكنش أنا نخلي بنتي يسمع أوتاني تحت الإهمال فاضطريت نقول هالشي مستشفى خاص ماشينا الكلينيك النفس الموشكيل الكلينيك هو طلب مني واحد القدر مالي اللي هو 4500 درهم بالمقابل ماشي باش يديروا لها شي يعني شي علاج أول هذا باش تبقى تحت الحراسة النظرية حتى النهار التنين اللي هو اليوم عاد باش ممكن قال لك نديروا لها واحد الاباراي وما بعدها ما كانوش الأطيبة هي اللولة باش نقول كيفاش تعملوا معنا كانوا شي ممرضين كان جاء واحد طبيب بنورشت مش طبيب فجاء دار لي واحد الإجراءات يعني غير أولية شافة هكوا قال لنا هاد شي أنا كبر عليها كبر مني خاصني نجيب طبيب كبر مني قلت له أنا إلا ما كنتجي تتقوم بهذا الحالات ما كانش لك تلمر لولا تكون هنا خلاليا في أحد البلاصة يعني يرتع لها والرسالة اللي كان بغي نوجه الوزير فهي رسالة معروفة عدنا كل شي وكل شي عارفها را الأمور را فوضاوية وكان حملوا المسؤولية دي لاد البنية دي وقال الأبناء اللي واقع عليهم هاد الموشين قلني ورا كيتحمل المسؤولية هو اللي أنا وال هو الواحد اللي ممكن إعالج هاد الأمور هادي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبوناو في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي